يعني أنا قبل من خش على المباراة ماتش سيتي في الدور الثمانية مانشستر سيتي لمسوا الكورة جوه منطقة جزاء ريال مادريد تمانية وتمانين مرة يعني متخيلة الوان سايد جيم وفي آخر المباراة انتهت المباراة ركلات الترجيح وريال مادريد كسب وهكذا ماتش باير مينيك في سيمي فاينال ريال مادريد يعني ما كانش أفضل شيء في الماتشين وفي الشوت التاني بصفة خاصة في الماتش العودة وريال مادريد في خمس دقايق كسب وكانت أسريح شهير لطومس تخل قال لك أنا يعني اللي شوف ريال مادريد يعني مثلا سي في ديئة أربعين ومشوفوش في ديئة أتنين واربعين يعني ديئتين تلاتة بالي من نتيجة فكل الأمور دي أنا شافها خارج إطار التحليل الفني خلينا برضو صراحة مع بعض لكن هي مش خارج إطار التوقعات خارج إطار التوقعات لا نحن عارفين إنه هو يعمل كده ما بالزبط هيدي النقطة أنت مستني يعني عارف أنت فيلم إي خلاص يالله إنجز مش كده كده أجيبت جول أو دخل في جول ريال مادريد عارفين الشوت التاني أو كمان خلال ننجز يعني إيه هاتي النهاية بقى يعني إيه سيبرنا وتفرجنا وشوفنا إحساءات الشوت الأول يعني لو دخلنا باستفادة أكتر دور تمون مضايع فرستين محققتين فرستين جول كورتوا في الشوت الأول واخد ريتنج 8.5 من 10 في أنت متخيل طبعا قرار يعني أن أنت أصلا بتدفع بحارس مرمى بقاله يعتبر سنة مش بيلعب طبعا هولون كان يعني مصاب فكان فيه تصريح لي أو رد للصحفين قالها كنت هبدأ بكورتوا فأنت بتتكلم الراجل تحس بيلعب كان لعب بيلعب مطش نبارح تمانية أخد من 10 شوت الأول يعني الشوت الأول يعتبر وان سايت جيم بالدورتومون كان ممكن يخلص الشوت الأول الـ XG أو الهدف المتوقع الدورتومون كان يجيبها تتكلم في 1.88 يعني بتكلم يعني هدفين إلا وكسور كان ممكن يسجلهم دورتومون في شوت الأول شايت 8 شوت منهم 4 وانترجب ما بين 3 خشبات ريال مدريد شوت الأول ما جاش تماما لو معنا للصور بس كنت توريكي الخريطة للحرارية معنا دلوقتي عايزين نتكلم معك كمان عن تحركات اللعيبة يعني أنت بتتكلم مواقف اللعيبة في المطش في أول شورة معنا لريال مدريد في الشوت الأول يعني لو صورة هتنزل معنا بتتكلم يعني بص ريال مدريد بعيد عن الأرقام أو يعني الألوان الكتير باختصار شديد مرمى ريال مدريد هو على الشمال اللي فيه نقاط كتير فالتم تخيط دي كل دي محاولات على رال مدريد على ريال مدريد بص بقى ده مرمى دور تمت اللي مفوش غير محاولتين واحدة بالأورنج اللون الأورنج واللون اللبني عشان هنا ريال مدريد مش موجود الشوت الأول أصل الشوت الأول تحس ريال مدريد ليفرج عنования زيه زينا. بشوط الاول. فبتتكلم دي كل دي. لاجينا بقى اللون اللبني الفاتح شوية ده. كل دي تشتات. يعني رعيبة ريال مدريد من كتر ما هي مضغوطة عليها. مش عارفة تتصرف بالكرة. عمالة بساطة بتطلع غلط. اعوز لك بقى حاجة اكتر و هنتكلم بقى برطة استفادة عشان نديله حق توني كروس قبل ما نخش على صور توني كروس. معظم الازرق ده اللي هو باختصار شديد بالبلة دي كده بقى اخده الكرة التمرات الصحة. دي معظمها من توني كروس. في التنبوتكالي هو المنفذ الوحيد. الرئة الوحيدة. مهندس. مهندس. طيب كل الناس مستنيه مين? فيني. اللي هو من المفترض بعد بطولة البالة هياخده احسن لعيف في العالم. طيب فيني في الشوت الاول. وازاي ايدن تريزيتش المدير الفني لدورتمون. افل عليه مياه ونور. افل عليه. فيه خارطة التمريرات لفيني. يعني لو تطلع معنا برضو. بتتكلم الراجل. عمل طبعا اربع مراوغات من تمانية. في الشوت الاول. دي خلي بالك ده رقم بالنسبة له. دي الخريطة. دي تحركات. دي تحركات. تحركات او الخريطة التمريرية. دريل مدير. يعني بص الخط الرفايع ده الفيني رقم سبعة. كل ما الخط بيقل. الفيني ده على الاخر الشاشة تحت على الشمال. كل ما الخط بيقل. طول باختصار شديد اللي هو الكرة بتوصله قليل جدا. فهدت الراجل ايدن تريزيتش عارف ده رقم واحد. مفتاح اللعب. يعني الراجل كان بيرمي عليه تتكلم على امريكان اللي هو الجناح اليمين. بتتكلم على ماتيو هيملز. دايما يغطي في ظهرهم. بص الراجل تمريراته او يعني الكرة وصلته قليل جدا. جدا. مين بقى بص اللي اكتر يعني سمك في التمريرات رقم تمانية. طوني كروس. في عز مينت مخنوق جريال مدريد ده الشوت الاول. في عز مريل مدريد ده خنوق هو المنفذ الوحيي. طوني كروس. كل الامور دي بتأكد ان الشوت الاول ملوش علاكة تماما بالشوت التاني. اخر حاجة قبل ما استفيد في الشوت التاني. ايدين توريزيتش كان عارف ان فيه مش صغرة. بس جزئية ريال مدريد مش يعني مدي الانشلوط اي 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 اولك بيثيب الارتجال للعيبة. يعني كلمة انت ارتجال. ارتجال دي مش حاجة مش حاجة سيئة. الارتجال عارف ان انا عندي لعيب امكانياته سوبر ستار. فانا بديك الخطوط الرفيعة كده وبخليك تنزل تبدع. الابداع ده فيه جزء كبير منه بيرجع الامكانيات اللعيبة وجودة اللعيبة.